الخبر اولي عاد عن الدليل القاطئ يا حباي بعلاقة الحب بين لانا ونورمار الي يعرف النورمار انه قبل فترة انتشرت لهم مقطع انه وحط هذا الستوري حاص صورة خلفية موبايل لصورته هو و لانا واليوم يا حباي بتشرت فضيحة على لانا بهذا الستوري انه هم خلفية الموبايل مالتها صورتها هوية و نورمار يأثياتهم خلفية الموبايل مالتهم صورتهم و يبعض هذي اكد العلاقة الحب بينهم الصراحة و حسب وجهة نظري لحد يسيبني لحد يسيبني رجان اتوقع انهم ممكن يخطبون او يزوجون بالمستقبل فهذا الشي ممكن هم ديشوفون ردة فعل الناس اذا يعلنهم علاقتهم وبالخطاءة اكتبوا لبالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر ننتقل حاليا نورمار يا حبايب و غيث مروان واستهزاءهم بانس الشايب فغيث مروان نزل هذا الستوري يا حبايب كاتب بدي يوتيوبر يتحداني نوعا ما ديحاول يقلد انس الشايب بمانو انس قاعد كون شوية يطلعوا يقول اريد تحد يوتيوبر يعني بعد ان اشار هذا الستوري الثاني انه النورمار قاعد يكتب له انه فقعت وجهه كاذا تتذكر وصار يقول بللشنا تهديدات شباب وابحثاتهم دي يستهزؤون بكلام انس الشايب هو هذا الكلمة اللي يقولها عليكم ان يا حبايب اكتبوا للكومنتات شاركوا بهذا الشيء والاستهزاءهم بانس وعلى سر دغاية بروان يا حبايب في الصدم الكل ولكن سوى مقلب خفيف بالمتابعين في نزل شوية ستوريات يقول انه بعث شهرين هو رح يخطب ولكن الموضوع كله عبارة عن مسحة مو اكثر قاعد يسوي مقلب المتابعين بعد النزل هذا الستوري لانه كاتب به تخيلوا الموضوع الجد شان العالم كله انجنت يعني عليكم راح تقوم الستوري يا حبايب شوفوا تتذكروا انا بفيديو يوتيوب اول السنة قلت لكم انه انا حاصد لكم بشي وكنت مختفي مشانا اصدمكم صراحة فحاب لكم انه انا خطبت حتعرفوا كل شيء بالتفصيل قريبا فقليكم جاهزين الا ما يجي هاليوم ابنكم الله الله هي بس فكرة انه سارع فيه متأخر فعب نكد وانا ننتقل حالي نور ماريا حبايب تنزيل هذا الريل اللي بيين انه الضيف الجديد بالبرنامج والت الجديد واللي هي اللين يا حبايب ولاحكي يشفون بهواية حقائق راح اطولكم البرومو الحلقة شوفو اعمال الناجح بطلع مصارف موبايل الكسات قبل شوية انت لعبت فيني هلا والله بتشوفها اكسر رأسك ما بدأ اصور معه ولا بدأ شوفه ولا بدأ احكي معه مول انه انا بكره شخصي فولا انا بكره افعاله اوه تمكن تهدي علي شوية انا اعطيك رد الثاني انا بفتحه انت اذا ما بده ياني ازاوبه مولي اختن عبدالجواب راح ازاوب يا الاب يالا 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 قلتكم با انتقل حاليا الياسوي يا حبايب و الفولا اللي سوته الحبيب بي سانتيكيت الجديد فماذا ما تعرفون انه انتشار فترة من قبل فترة تقريبا بي سانتيكيت شاتنايما بحضن هذى الشخص متل ما شايفين قاعدة بحضنة ومنسل الوقت تتقربوني بعض واضح ان ثاناتهم اكو علاقة ما بينهم انهم ما يحبون بعض فاليوم ياسوي يا حبايب سوت لهذا الشخص فولا بحسابه بالانستغرام فالشي غريب هل يا ترى هيتر ترجع في القفافة نابولي تتحاوى تتقرب اكتبنا بالكومنتات اوقات اتقل حاليا الى احمد ابو الرب يا حبايبولي سورياتي ننزلها اللي هو معصب بها على كل مشهور قاعد يقول انه ليش في احمد ابو الرب معزة مع الخطوبة اللي يصار له تقريبا الشهور فطلعنوا عن منطقة هذا الموضوع ويزعل من المشاهير اللي انتقضوا هذا الشي رحتكم اياه شفو ادي بدي اطلع احكي موضوع يا جريفت يا جماعة وقت خطبتي انا وصب الحفلة اللي عملناها لليوم لسه في مشهير مشهير عرب بيطلعوا بيقول ابو الرب وصبا ما عزموني على خطبة كأنه احنا ارتكبنا جريمة بحقه لا هي خطبتنا هي مش افن سوشيال ميديا احنا عزمنا الناس المقربين انه بيضل هذا كان سوشيال ميديا مش سوشيال ميديا انت عندك متابعين عندك عشرة مليون هذا مهم ما لا يعني لازم عزمك حر انا بعزم من ما بدي مش معناته انت شخص مو كويس برضو ان شاء الله بلكي ممكن لو قدام نتعرف بعض اكتر بس حاليا وقتها ما قلت انا بعرف كفين اعزمك خطبتي انا حر كل واحد حر بحاله هاي خطبة ولسه العرس ان شاء الله جاي وبرضو هعزم الناس المقربين للي مش هعزم كل التبعات السوشيال ميديا مزعج يا اخي خلص والله ليش على قاعد مبر اشياء متخلفة زي هيك كمية الاحراج اللي انحطت فيها ناس يا اخي ما بعرف انا واحد ما بعرفه يا اخي ليش ليش يجي على خطبتي انا مفاهم في ناس ما بعرفهم ابدا في ناس بعرفهم بتقبلهم بس اخي مو صح بكفاية مارضو ما عزمتهم بس في ناس ما بعرفهم بالمرة زعلوا اللي ما عزمتهم كيف يا اخي انا ما بعرفك في ناس ما شفتهم بحياتي ممكن يكونوا عملوا فرع على استغرام بزعل كيف يا اخي الحلاو وبس والله شكرا لكم على الاستماع يا رب ما الغي الهيستوريات انا كيف يصير معي بنجان زيخ بحكي كيف شرافة انا بلغيه وبي خدا مع الرايدر يا حباي بتنزيل هذا الاستوري كاتبي صار ويا ايضاروا في كل شي طارق ودا حاول احل المشكلة بي اجوز اغيب عليكم فترة بسبب هذا الشي وشكرا على كل شي الصراحة شي كل شي يحزن ان شاء الله يا رب ما يغيب علينا فترة طويلة وكتبها بالكومنتات شو ريكم بهذا الشي ووصل لحباي بنوصلة المقطع فترجو طبع لايكات اشتركوا في القصص احبكم وبس مع السلامة